السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السوشال ميديا مقلوب دلوقتي على رسالة من وزير التربية والتعليم لمجلس النواب ورسالة من هوية أحجازي إلى مجلس النواب واتصال مكسف بين نواب البرلمان ووزير التربية والتعليم ايه القصة؟ اتصال بين دكتور طريق الشوق وأعضاء النواب لتمرير قانون تعليم الجديد في اتصال مكسف بين نواب البرلمان ووزير التربية والتعليم عشان يمره قانون التعليم الجديد ولك ده لو حصل وتم موافقته هتبقى على مستوى المحافظات كلها يعني انتهيته ده كلام الأستاذة هوية أحجازي ان شاء الله نعمل معه لقاء عشان نقدر نوضح الصورة كاملة ويتقدم التحية لمجلس الشيوخ لرفضه قانون التعليم الجديد لكن دلوقتي احنا بيقول بيوت كلها موجوعة للسنوات العامة ما بالكم بالتعليم الجديد برضو الأستاذ هوية أحجازي بتقول رسالة لمجلس النواب بل هي أيضا تحذير ان لا يتم الموافقة على تمرير قانون التعليم الجديد نحن أصحاب التجربة منذ ثلاث سنوات والتجربة خير دليل لن نسمح مرة أخرى بتجارب وهمية لن نسمح بتجارب عشوائية وغير مدروسة من وزير التربية والتعليم أساءل التعليم في مصر كلها بأفكاره ومغامراته ولا نسمح مرة ثانية لإخضاع أولادنا للتجارب كل في إران المحصلة صفر يا سيادة الوزير يا مجلس النواب نحن أولياء الأمور مصر من جميع محافظاتها يحذروا غضب أولياء الأمور عشان كده درسالة من هوية أحجازي إلى وزير التربية والتعليم وإلى مجلس النواب فهل يتم فعلا الأخذ بأراء أولياء الأمور قبل تمرير قانون التعليم الجديد أم ماذا يحدث؟ انتظرونا يكون معنا حلقات كثير جدا على موضوع التعليم وقانون التعليم الجديد فماذا يحدث؟ كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضا لا تنسى دعمنا بلايك